ايوا حاطي جارتبيل جارتبيل واحدة من عندك هئي بالعارضة حرم يا اخي قارتبيل شو حكيته مع العارضة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته من سلسلة الماستر ليغ مع نادي ريال منريد الحلقة الثانية من هاي السلسلة ف compliqué لكن انا تمت开 capacity انا كنت أبو أن دعوكم اجتغلقا بالقناة طبعا كثرة اقتراحات اجتني من الحلقة الماضية وبعرف اني اتأخرت عليكم بعتذر جدا اني اتأخرت بتنزيل الحلقة الثانية لكن اذا شفنا الدعم حلو بهذه الحلقة بوعدكم انه رح نزل الحلقة الثالثة بأسرع وقت ممكن فرح ورجيكم بعض الشغلات اللي اجتني من الحلقة الماضية لكن بالبداية رح ورجيكم تشكيل طبعا للناس اللي ممكن نسيته ولا شي فتشكيل على الحالة طبعا الحكومة باقي ويتمدت وغالبا رح استغني عنه ما عندي مشكلة فضيحة اي شي الحكومة موجود فما لعرفان اذا كنت رح بيعه ولا لا لكن احنا بعنا مودريتش وكنا رح نتعقد مع شوية لعبين كمان فرح لكم على ابرز الاقتراحات اللي اجتني كتير ناس مقترح علي ان يجيب كيفين دي بروين لانه في لعبين على عكس فيفا هم في لعبين ممكن يكونوا اسطوريين بفيفا ممكن يكونوا ضعاف والعكس كمان صحيح فبدنا نحاول نتعقد مع اللي هو كيفين دي بروين طيب هذا كيفين دي بروين بريتنج تسعين جدا ممتاز ممكن انه نتعقد معه والله شكله رح يكون غالي بصراحة اه او ماي جود والله لازم انفول مية وخمسين مليون ادول ما رح يوافقوا رح نقدمهم مية وخمسين مليون حانه يمكن شوي غالي حتى هيك بس ان شاء الله انه يوافقوا يعني تمام فغير راضي عن عرضنا الحالي يبدو انك اثرت سخطه برفع الرسوم الاستغناء ما بعرف شو لازم انه نقدم له شي عرض ممتاز تمام حتى يقبل انه يتعقد معنا يا حبيبي ليش ملو قبلون ولا باي راتب ولا باي شي فانا رح ادمله هذا العرض اذا وافق كان بها ما وافق ان شاء الله ان شاء الله عمره ما يوافق لانه كل اللاعبين طالبين مبلغ جدا غالية طيب مبدئيا اذا بدنا نقدم عرض اقل شي حاطينه ميتين مليون وحتى كانت بين النادي غير راضي عن رحيل اللاعب مدري شو قدم له ميتين وعشرين مليون يعني متل ما انتقل نيمار فمدة العقد خليها ثلاث سنوات خلينا نعطيهك شوية مكافآت على التسجيل وعلى المشاركات ومن هالكلام يعني وان شاء الله ساعته بيوافق رسوم الاستغناء خليها بحدود ثلاثمية وسبعين مليون نقدم عرض وان شاء الله انه يوافق طيب روبرتسون لازم اني اتعقد معه ضروري ممكن ما يكون غالي النادي غير راضي ما بعرف شو شوفوا حتى هاد التفاوضات معه صعبة لا اله الا الله طيب انك ما من بدي اتعقد اذا كل نادي ما بدي يبيع لا حوله لا قوة قدم له هاد الار 72 مليون صنع ممتاز هيك ان شاء الله يوافق هو كمان اوكي تياغو الكنتارا يا جماعة ريتنج 88 وسعره مكتير غالي هذا اللي فهمته عمره 28 سنين ريتنج او من فيفا باتنين فاذا بتقدم له 70 مليون ما رح يوافق النادي غير راضي يعني رح يلاحد لعبينهم المحوريين الاستمرار في المفاوضات سيكون صعب رح نقدم 77 مليون وزودت شوي هيك بالسنوات يعني من هالشروط هاي ان شاء الله انه يوافق لانه ما في ولا نادي سبحان الله حابب انه يبيع لعبين اوه فرترت الانتقالات قربت تخلص والله طيب هون شو جاينا بالضبط هل ردوا علينا الاندي ولا كيف جاينا اكتشاف لعبين اوكي بول بوكبا شوفوا كيف هون اللعبين يستحقون المشاهدة ممكن الواحد انه يتعاقد معاهم هذا ظهير يمين ظهير يسار ظهير يسار كايل وكر ظهير يمين ممتاز بوكبا ممكن ان اقدم له عرض والله كنت نسيانه كليا بوكبا فخلينا نشوف ناديه يتقبل فكرة بيع اللاعب لنا اوكي طيب هو رسوم الاستغناء عنه 243 مليون تمام فرح نقدم له 105 ملايين اوه ظن انه مناسبة جدا لبوكبا وشوية هيك شروط بحيس انه اللاعب يقبل يتعاقد معنا ان شاء الله يعني فهيك تقريبا جدا جدا ممتاز خلينا نعمل اوكي يا رب انه يوافق بوكبا يا اما بوكبا يا اما الكنتارا بدي لعب خطوسة الضروري جدا لانه بعنا اللي هو لوكا مودريتش اه خلينا نرجع نقدم ما بقي غير يوم واحد على نهاية فترة الانتقالات لازم بهاليوم هاد نخلص كل شي ممكن من تعاقدات فخلينا نشوف حاليا اللي ممكن انه يصير اوكي اليوم الاخير لفترة الانتقالات الفصل واحد طيب وصلني خبر بانه لا كورونا يريد شراء ما بعرف مين شو بيهمني بهالكلام روبرتسون كاتبين عادة فريق اللاعب وممثله ليقدموا شروطهم انهم يطلبون زيادة للراتب السنوي تمام هون كاتبين ليقدموا شروطهم يطلبون زيادة بمقدار 25 مليون لا اله الا الله هون كيف يطرد ان تسير اعادة المحاوضات بسلاسة حيث ان اللاعب والنادي متفقان على الانتقال ماشي ممتاز بوكبا جدا ممتاز شروطه ومبابي كيف تم رفض العرض هون كاتبين تياغو الكنتاري يطلبون زيادة بمقدار 16 مليون طيب بالنسبة لبوكبا خليني اعمل قبول الشروط 105 ملايين يورو ومرتب 15 مليون سنويا هذا بول بوكبا ضمنا رسميا لنادينا هو لاعب جدا أسطوري الحمد لله هاي امنت لعب خطوصة ممتاز طيب بالنسبة لبقيت اللاعبين انا ليش ما عم يجيني عروض للعائدتي طيب جاييني عرض لراموس بـ 20 مليون راموس عمره 33 سنة يا جماعة 20 مليون يعني ها جيدة بس والله مالي عم فكر استغني عن راموس يعني ريتنج 90 صعب انك تلاقي لعب بريتنج 90 تمام يا اما رح نطلب مبلغ غالي رح اطلب منهم 35 مليون اذا وافقوا يعني كان بها ما وافقوا على اوح اعلى الشي 31 مليون واو طيب اوكي بدون يوافقوا اهلا وسهلا ما بدون نهلا رحتوا لفترة الانتقالات يلا مو مشكلة عليك الحال اهم شي تعقدنا مع بوكبا ولسه في لاعبين اليوم الاخير لفترة الانتقالات الفصل الثاني نفس اللاعب ترجع طلع لي مرة تانية ركزوا معي شوي ما جابوا لي لراموس جابوا لي للاعب معفن انه جاي يعرض تمام فهون جاييني عرض لمن جاييني عرض لقارث بيل طيب راموس وافقوا ولا كيف ما شكلهم وافقوا والله اه قارث بيل 52 مليون الناس كلها قالتلي انه بيل اسطوري بيبيس واعتمد عليه فانا رح اخد برأيكم ويعني ارفض المفاوضات وخلي عندي بالنادي تمام هل جاي عرض للاعبين زيادة جاي عرض للاعب هذا صرع ومخ كل شوي بيرجع بيطلع لي خلص يا اخي انتقل احبي انخصم وقت من فترة الانتقالات ما بقي غير خمس ساعات طيب لازم ضروري انه نتعاقد مع لاعبين كمان خلينا نشوف كممكن نلحق اكتر لكن نشعر بالاقتناع يعني ماشي ما في مشكلة بس لسه معنا خمس ساعات ممكن اني اتعاقد فين مع لاعب ممتاز لاتقلي راحت العروض هون ايوه الحمد لله طيب روبرتسون طالبين يعني زيادة بالراتب السنوي تمام مستحيل انه نيقبله تياغو الكنتارا مالي عارفان شو النظام بالضبط هذا الفريق اللي قدموا شروطهم يطلبون زيادة يعني اذا بدي جيب تياغو الكنتارا اني اتعاقد معه وبظن انه رح يكون صفقة جدا ممتازة كظاهير يسار مارسلو ما اجا يعرض له انه مباعي يعني كان ممكن يساعدني ما بي غير ثلاث ساعات حاليا يا دوب اني احسن اتعاقد مع لاعب اخير خلينا نزبط الخطة ونشوف اللاعبين اللي اجوا بالبداية هذا بول بوكبا خلينا ننزل مكان إيسكو رح خلي كروس وظاهير اليسار بدل مارسلو بدنا اللاعب لهو روبرتسون فتشكيلتنا صارت ممتازة نحن نجبنا لعب خط وسط حاليا ولاعب مدافع كان بدي لعب مهاجم بس المشكلة انه ما في ولا نادي قبلاني بيعني شي ما بقي عنه شي في اللاعبين هون مقدمين له عرض مقدم عرض كنت لتياغو الكنتارا والله عم فكر اتعاقد معه بس رح تروح ميزانية الانتقال عندي على الاخر رح تصير بحالة وفاة اذا حبينا نتعاقد مع حدا بالانتقالات الشتوية فحاليا يعتبر جيد اتعاقدت مع بوكبا وتعاقدت مع الهوة روبرتسون خلينا نعمل تجاوز ساعة واحدة ونشوف هر رح يجينا شي عروض ولا لا ما يبدو ما ولا ما في ولا اي عروض خلص اخر ساعة بفترة الانتقالات رضيان عنا نوعا ما فترة الانتقالات هاي مع انه كان المفروض ان يتعاقد مع لعبين كمان بس اهم شي قدمنا اللي علينا تعاقدنا مع لعبين جدا ممتازين وهجومي من شكل كامل بدي مهاجم بس حرفيا ما في نادي كان قبلاني بيعني تمام يعني اوح فورا على مباراة دوري الابطال الاولى ضد نادي ليل مباراة رح تكون اكيد صعبة ما بعرف على ملعب مين بالضبط اوه هون المؤتمر الصحفي طبعا انا ما بعث راموس اكيد ما رح بيعه فكاتبين هناك اعتقال تساعد انكم تستجتازون مرحلة المجموعات بسهولة لكن ما هو شعورك حول فرصتك اوكي انا اللي لازم رت صح هل ستفوز في المجموعة بسهولة يمكننا الفوز بسهولة سيحسم الامر في اخر لحظة سيكون الفوز على المجموعة لصالحنا اوكي رح قللهم طيقة هيك عالية منقول يمكننا الفوز لا توجد مجموعات سهلة لكن فلنقل اني ممتن لعدم وقاء الاختيار في مجموعة الموت ماشي هيك جواب يعني دبلوماسي نوعا ما فجيد المباراة الاولى ضرورية جدا انه نلعبها بحيث ولازم انه نضبط تشكيلتنا على قدر الامكان نشوف كان جاييني لعبين هون اوكي اوه كان جاييني اقتراحا دافيد الابا ممكن ان نتعاقد معه لكن نحن جاهزين حاليا بدي يضبط الخطة وارجيكم ابرز خطة ممكن ان نلعب فيها غالبا انه رح تكون بهذا الشكل ما بظن انه رح اعمل اي شغلات زيادة اسكو خليه على مقاهد الاحتياط ممكن ان يكون بديل جدا ممتاز بالمباراة وايضا مرسله اللي ما معرف وين راح ايوا ممتاز هيك التشكيلة جاهزة خلينا ننطلق على المباراة وان شاء الله انه نحسن نقدم مستوى جدا ممتاز وبسم الله رحمن الرحيم اول مباراة لنا في بطولة دوري الابطال والعودة لاجواء دوري الابطال لازم تكون بطريقة جدا ممتازة اوكي هاي تعليمات هيك بسيطة بسم الله بنبدأ ايوا اطي قارث بيل قارث بيل واحدة من عندك وييي بالعرضو حروم يا اخي اجرت بيل شو حكايتوا مع العارضة يلا بوكبا اول تجربة اول تجربة ما في فيزيكال هون تحط فيزيكال على بوقبا انسا هاي يلا الحكومة الحكومة اعطي تحت يا سلام يا اخي والله اه هلا هنا اطلقت هلو حلو حلو بسرعة 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 اخر هجمة الحكومة استلم بسرعة فاول فاول حلو حلو هلله مكان خطير مكان خطير. بسم الله. ها ركني المفروض. يلا 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 قارث بيل. قارث بيل. قارث بيل. حلوة. الله يا ايدين. الهدف الاول لها زارد. في دوري ابطال أوروبا. ممتاز. جدا جدا جدا. بس. لازم اغير رقمه كل مرة بنساه. روح. روح. لا يطلع الحارس. يلا يلا يلا. هذه الحكومة. 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 والله. الظاهرة يا جماعة. بيسجل الهدف الثاني. راموس معه. راموس ما رح يتركه بحاله. أيوة لعب بس. هلو يا اخي راموس. والله انه اسطوري. لا 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 لا. لا. أرجوك. ها ها هاي. مساحة خالية على الجانب. شيلو. اوه ما قدم الله. اوكي. بل انت صح. بل انت ولا. ولا من برة. اوه. اعطى انزار انه عم يمثل. يو الله. والله شي فاقم يا جماعة. ما كنت بعرف انه في هيك شغلات هون. ممتاز ممتاز ممتاز. والله مي فاز. ليفربول فاز وثلاثة واحد. ليش يك شعرون ليفربول. ما بعرف المشكلة بعض الشعرات لازمة تعديل. فرح نشوف قصتها بعدين. فنحن نحن وليفربول مجموعة واحدة. طيب عنا مباراة بالدوري ضد خطافي. سكيب للمباراة. مالي رح لعبها بصراحة. خلينا نلعب المباريات المهمة. لانه بصراحة بدي ركز شوي. على المباريات المهمة وعلى دوري الأبطال بنفس الوقت. فبرشلونة فازو كمان. صرنا نحن وياهن تسع نقاط بترتيب الدوري. حاليا عنا اعلان اسمها الفريق الوطني. شغلات كلها مو مهمة. انا اهم شي عندي انه كل مباراة. يعني نقدم فيها مستوى حلو ونفوز له. لانه الجيم بلاي احلم السن الماضي بكتير. يعني احلم من بيس 2019. وهي مباراة ضد أساسونا كمان سهلة. يا اما اوكي افتتاح الدوري لفصل الثلاثة. هل في شي مهم ولا راح يعدوا يقولوا كلام ما له داعي. اه اتعلم لدينا الرقم القياسي نص بعيونين بفضل سلسلة الفوز من افتتاحية تلام. لان السلسلة ستستمر لي اكثر من ثلاثة مباراة. جمال لاحظتوا انه روبيرتو كارلوس او انا يعني المفروض. لسه رايح جايب معه ونس كافي. طيب شرب شي تاني. اوكي زبطت بس شعار ليفربول كان فيه مشكلة. فشوفوا تحت هيك راح تلاقوا زبط. المهم عنا مباراة حاليا ضد نادي ريال مايوركا. كلها مباراة سهلة او مو ريال مايوركا. اوسس هنا كلها مباراة سهلة راح يدخل فيها بعض اللاعيب البودلاء. وفوز سهل يعني المفروض. اوكي. ثلاثة واحد ممتاز. والله جدا ممتاز. اه 12 نقطة نحن برشلون واتليتكو بي 10 نقط. ثلفي مباراة هون. مباراة ضد نادي ريال بتيس كمان مباراة سهلة وعنما. والله داخل بالبدلاء يمكن نخسر. او ماي جاد. يا الله يا جماعة ما كان لازم ادخل بالبدلاء بهيك مباراة. ويمكن كان لازم نلعبه اصلا. يلا مو مشكلة انا عم بستنى مباراة دور الابطال مباراة ضد ليفربول. ثاني مباراة بدور المجموعة. لا اله الا الله والله لتكون مباراة صعبة هيك وجلد. الله يستر. اه في مفاوضاتهم ما بعرف شون نزاما بالضبط. جاينا اقتراحات شوف كيف. لعبون يستحقون المشاهد محمد صلاح. حاطين ريتنج تسعين. اذا ممكن الواحد يتعاقد معه دي ممكن يكلفه. اوكي والله ممكن يتعاقد معه. بس المشكلة انه عندي بيل جناح يمين. يعني ممكن يتعاقد مع صلاح. اذا بقى جارث بيل غير هيك مستحيل. فالابا مقترحينه عليه. والشوية تلعبين بيلرين ممكن يكون جيد لانه سريع. لكن حاليا ما لي محتاج لعبين. بدنا نضبط تشكيلة ننزل باقوى العناصر المتوفرة. لانه شوفوا تشكيلتهم هنا. والله تشكيلتهم دعس بصراحة. فنزل جارث بيل نزل الشباب كلهم. وخلينا نكون جاهزين للمباراة. بسم الله تبدأ مباراتنا ضد ليفربول. يا رب انه ما يكون مباراة صعبة. روح روح ايدين ايدين. والله باندايق. بلا باندايق بلا هام روح. يلا. لازم نسجل هدف بقى. مرت 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 مرت. يو الله يا اخي فاندايق هدا. مو طبيعي هون وفي فاندايق هدا. مو طبيعي هون وفي فاندايق هدا. الله يسطر الله يسطر. اوح. كيف شافوا اصلا انه جاي والله منبين. يا حكم صفر بليز. حكم. طيب استنى استنى بس الهجمة. اه ماشي يا حكم ماشي ما في مشكلة. على كل حال شوط اول. متكافئ نوعا ما كاستحواس كانوا هنين افضل تمريراتهم اكتر. لكن ما خليتهم يسددوا. بس والله يلعبهم. اه الله يسطر بالشوط التاني بس. يلا بيل. لو ممكن يعني المرة الجاي بس اوية شوي. يعني بزاوية شوي كمان. زي ما بدايع كل شي يعني. نزلوا شاكيري وطلعوا ارنولد. تبديل. اوكي. يلا يلا هازارد يلا. يلا يلا يلا. لا يا هازارد. لش توجيها هيك سيئ لهالدرجة. حلوة حلوة حلوة. الظاهرة. اوماي جود اوماي جود على العارضة يا الله. كنا طلعنا بفوز. والله حرام يا اخي. يا الله كيف ضاع الفوز علينا هيك باخر دقيقة. تعادل صفر صفر. حاليا صار في فريق ثلاث نقط. ونحن وليفربول برصيد اربع نقط. لو ان طلعنا بفوز يعني ها. كان بيكون ممتاز. بس يلا ما في مشكلة عنها. مباراة بالدوري ضد لي جانس. مباراة سهلة رح اعمل لتخطي. انا بدي اهتم بل اسم المباراة. اللي تقيل عننا مباراة. بكاس السوبر الاسباني رح يبلش الان. ما بعرف ضد مين بالضبط رح تكون هاي. نحن طبعا خسرانين خسارة. فترتيبنا الثاني بالدوري. برشلونة متصدرين ب 18 نقطة. فمباراة بالدوري هاي. المفروض ضد ما بعرف شو هالنادي. بالضبط شكله نادي. نادي درجة ممكن ثانية صار ولا درجة ثالثة. فما رح لعب هاي المباراة كمان. خلينا نركز على المباراة المهمة. تدوير اللاعبين الفصل واحد. فعلا بهيك مباراة لازم ان ينزل لاعبين بودلاء. حتى ياخدوا فرصتهم خاصة فينسيوس. لانه واضح انه اللاعب يتطور بشكل كبير. وكتير ناس اصلا نسحتني ان يلعبوا كاساسي حتى. فمنزلوا بهاي المباراة وان شاء الله انه يبدع. كتير عناصر بديلة. مفروض مباراة سهلة. ونفوز فيها على المرتاح 2-0. قديش شفزنا. 3-1 ماشي ممتاز. ما فيه اي مشاكل. ونحن عم نلعب من دور 32 يا جماعة. يعني ممكن نواجه برشلونة بنص النهائي. واتلاتيكو مادريد بعدها بالنهائي. والله طرف جدا صعب. فمباراة الاياب فورا. ايضا نفس الكلام. كان مباراة بدوري الابطال بعدها. لقد ظفرت بالنصر في مباراتك السابقة دون اللعب باقصى طاقة. ما مدى اهمية اداء فينسيوس. لازم هلا ندعم اللعب هيك نعطيه طاقة ايجابية حماس سيتحمس. كان سبب الفوز. اثبت ان هذا الفريق العمل الجماعي هو كان سبب الفوز. ادعم هيك اللاعب. ادعمه دعم. خليه يعلى الريتنج عنده. يلا حاليا المباراة هي مباراة الاياب نفس الكلام. نعمل له سكيب. وفوز بنتيجة ثلاثة صفر برشلونة. نتأهلوا اكيد. ان شاء الله اتلاتيكو باركي بيكونوا طلعوا يعني. اتلاتيكو مادريد تأهلوا. ما في اي مفاجآت تقريبا بالدور الاول. نحن مباراتنا جايد ضد هويسكا. اللي بالدرجة الثانية صاروا. لكن انا مباراة بدوري الابطال ضد نادي بازل السويسري. مباراة سهلة نوعا ما. مباراة جايد دوري ضد اتلاتيكو بالباو. هاي المباراة ضد نادي بازل. رح نلعبها. وممكن انه نلعب بعدها مباراة بالباو. او الله اعلم شو اللي رح نساوي. لكن لازم نرجع لخطتنا الاساسية. لانه عطينا فرصة للعبين البدلة. لكي يقدموا افضل ما عندهم يعني. حلو. يلا بيل. حلوه 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 خلص اهم شي هدف. اهم شي هدف مع انه بيل شاط شاطة غبية. بس هازر نوجود. وبيسجلنا الهدف الاول. كرفخال. والله والله حلوه يا كرفخال. والله حلوه جدا يا جماعة. تخيلوا هيك مدافع عم يشوت. والله بنزيمه للبيت الشلي ما بيشوته مثله. لا يا كرفخال يا اخي. كله من ورح الشوط انصبت. يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العربية. يا ظاهرة العباس مثل الناس. مناسب اداء رائع جدا من المدافع. الظاهرة الظاهرة الظاهرة. يا حبيبي انا لعبانا مقوية مشان يلعبها بالعالي. اكي. روح. واحد يروح شباب واحد يروح. واحد يروح ايوا. الظاهرة عرب. الظاهرة عرب هو طاقته فاضي. هالشد يا بنزيمه. والله. والله. والله بالوقت. ما ضائم ما بيرحم يا جماعة ظاهرة عمي لكم. متعرفوا شو ظاهرة. يعني شغلي هيك مرة بالعمر بتجي. صفر يا حكم. يا السلام. هدف بدقيقة واحد وعشرين. وهدف باخر الوقت. يحسمون للمباراة بسهولة شديدة. جاينا عرض لريقيلون ب 22 مليون. والله حلو يا جماعة. يعني من افرتون جاينا عرض ممتاز. ممكن اني بيعوا. اكتبوا لي رأيكم يا جماعة. انا ما راح اتصرف من عندي. اكتبوا لي رأيكم عن ريقيلون. الباقي مو مهم. اهم شي ريقيلون هل نبيعه. والله نخليه على النجاينا عرض جدا حلو. وممكن انه يعني نستفيد بشوية كوينز. طبعا المباراة جاي ضد بالباو. تشكيلتهم مع اول نوعا ما. لكن ممكن انه نحسن المباراة. ما يعني ما راح اول بسهولة. بس كمان مو لا. هالصعوبة راح بتكون. فعلمهم هيكم ديدا رقول. نفصل لنا هذا المقطع. لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناة. ورجونا دعم اسطوري. اذا منوصل خمستاشر الف لايك. بيكون رقم جدا حلو. فانا بتحداكن نوصل خمستاشر الف لايك اليوم. اذا وصلناها اليوم. بكرة. راح ينزلكم المقطع الثالث من هاي السلسلة. اذا وصلناها اليوم. باذن الله. اذا وصلناها عادي ممكن ينزلكم بعد يومين ولا شي. لكن اذا شفت دعم حلو فاكيد بنزلكم السلسلة. ان شاء الله يوميا او شبه يوميا. فشكرا لكم جميعا متابعة المقطع. فبس ذلك عندي اليوم. بامان الله. شكرا لكم.